بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات الساعة الثالثة من ليلة الخميس من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح النبوات من سفر عاموس النبي بركته علينا آمين هذا ما يقوله الرب الإله إنكم دخلتم إلى بيت إيل فأثمتم وفي جلجال جلعاد أكثرتم النفاق وفي كل صباح قدمتم ذبائحكم وفي اليوم الثالث عشوركم وقرأتم ناموسا خارجا طلب الاعتراف والإنذار لأن بني إسرائيل أحب هذه قال الرب الإله فإني أنا سأعطيكم درس الأسنان في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع مدنكم فلم ترجعوا إلي يقول الرب وأنا أيضا منعت عنكم المطر قبل الحصاد بثلاثة أشهر سأمطر على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لا أمطر جزء واحد يشرب والجزء الآخر لا أمطر عليه فيجف فتجتمع مدينتان أو ثلاث إلى مدينة واحدة ليشربوا ماء ولا يرتبوا وكذلك لم ترجعوا إلي قال الرب ضربتكم بالحمى والبرد فأكثرتم نجاساتكم وأكل القمص أبناء الجرد جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم وكذلك أيضا لم ترجعوا إلي قال الرب فأرسلت عليكم وبأن في طرق مصر قتلت بالسيف شبانكم مع سلب خيلكم وأتيت بالنار على عساكلكم بغضب وهكذا أيضا لم ترجعوا إلي قال الرب فهدمتكم كما هدم الله سدوم وعمور فصرتم كعشب قد أحرق بالنار ولم ترجعوا إلي يقول الرب لذلك أصنع بك هكذا يا إسرائيل وبما أني أصنع هذا فاستعد لتدعو إلهك يا إسرائيل فهأنا المثبت الرعد والخالق والخالق الريح والمبشر بمسيحه في البشر الخالق الصبح والنسمة والنسمة والراكب على أعاني الأرض الرب الإله الضابط الكل هو اسمه مجدا للثالوث القدوس الإنجيل من مزاميري أبينا داود النبي بركته علينا أمين كلامه ألينوا من الدهن وهوان صال أنصط يا الله لصلاتي ولا تغفل عن تضرعي هللوا يا اللهم ترى أفعلينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين وفي ما هو في بيت عنيا في منزلي سمعان الأبرص متكئا جاءت امرأة ومعها قرورة طيب نار دين خالص كثير الثمان فكسرت القارورة وسكبته على رأسه وكانا قوم قد تذمروا فيما بينهم قائلين لماذا كان إطلاف هذا الطيب فإنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من ثلاث مائة دينار ويعطى للمساكين وكانوا يؤنبونها فقال يسوع دعوها ما بالكم تعنفونها عملا حسنا الذي عملته به فإن المساكين معكم في كل حين وإذا أردتم أمكنكم أن تحسنوا إليهم في كل حين وأما أنا وما نالته قد فعلته إذ سبقت فدهنت جسدي بهذا الطيب لدفني الحق أقول لكم إنه حيث ما يكرز بهذا الإنجيل في العالم كله يخبر أيضا بما عملته هذه تذكارا لها ثم ثم إن يهوذ الإسخر يوطي أحد لاثني عشر ذهب إلى رؤساء الكهنة لكي يسلم يسلمه إليهم فلما فلما سمعوا فرحوا وأعطوه فضا فكان يلتمس كيف يجد فرصة ليسلمه والمجد صالحة وصيتا عاليا في جميع العالم وبشر الرسل بما فعلته في جميع زوايا الأرض فدام اسمها في جميع الأجيال يتلوه سائر المؤمنين يا لهذه المواهب الروحانية وهذه الكرامات العالية التي فازت بها فلم تلئ غيرة على فضيلتها ونحب الرب من كل قلوبنا وليس مثل يهوذ الذي حنق عليها من أجل أنها صنعت الخير فدفعته أفكاره الشريرة حتى باع سيده والفضة التي أخذها ثمن الزكي ستهبط معه إلى الجحيم ليفنسمه في جيل واحد ولا يكون